بسم الله الرحمن الرحيم عندنا مواضع لحذفها حذف الهمزة وهذه المواضع خمسة مواضع خمسة مواضع الهمزة فيها تحدث تذكرون معي نتحدث الآن بإذن الله تعالى عن الموضع الأول تذكرون معي أن قلنا ال هي الحرف الوحيد الذي تكتب فيه الهمزة همزة وصل همزة وصل الكلمات التي تدخلها الكثيرة جدا أي كلمة تدخلها ال كأن نقول الجامعة الجامعة أو نقول الكتاب أو نقول المدينة إلى آخره أي كلمة فيها ال ودخلت عليها لام الجر ولام الجر كما تعلمون تدخل قبل الكلمة حين تدخل لام الجر على الكلمة فإن همزة الوصل هذه تُحذف تُحذف لذلك حين نقول للجامعة فإنها تُحذف من النطق للجامعة وتُحذف أيضا في هذا الموضع من الكتابة لذلك تُكتب للجامعة بهذا الشكل للجامعة تُكتب بهذا الشكل مع أن الأصل للجامعة ثم حذفت همزة الوصل ودخلت اللام على اللام لذلك إذا سُئل عن كلمة للكتاب لما حذفت همزة الوصل فيه فنقول لأن لام الجر دخلت على أل التعريف وأل التعريف فيها همزة وصل فحذفت هذه الهمزة هذا هو الموضع الأول من المواضع الخمسة من المواضع الخمسة الموضع الثاني الموضع الثاني يتعلق بكلمة ابن وابنة ابن وابنة تذكرون أن حين شرحنا الأسماء غير المصادر قلنا هناك أسماء منصوص عليها تكتب الهمزة فيها همزة وصل ومنها ابن وابنة الآن نريد أن نعرف حكما خاصا بهاتين الكلمتين وهو أن هذه الهمزة تحذف تحذف متى؟ إذا وقعت هذه الكلمة بين علمين كأن نقول عمر وأبوه الخطاب ووضعنا بينهما كلمة ابن عمر ابن الخطاب لاحظوا معي أن كلمة ابن وقعت بين علمين العلم الأول هو عمر والعلم الثاني هو الخطاب هو الخطاب ووقعت ابن بين هذين العلمين كما ترون والثاني أب للأول الثاني أب للأول ليس المراد بالأب هنا أن يكون الأب الوالد قد يكون الجد فالجد أب وإن على المهم أنهما بين أن ابن وقعت بين علمين الثاني أب للأول فإن هذه الهمزة همزة الوصل تحذف وتكتب بهذا الشكل عمر ابن الخطاب ومثلها تماما مثلها تماما ابنه كأن نقول مريم ابنة عمران لاحظوا معي أن كلمة ابنة وقعت بين علمين العلم الأول مريم وهو مؤنث لذلك استعملنا كلمة ابنة والعلم الثاني هو عمران وأن الثاني أب للأول ولذلك تحذف هذه الهمزة وتكتب مريم ابنة عمران من غير همزة فتكتب بهذا الشكل نستثني من هذا الموضع أن تقع كلمة ابن وابنه في أول السطر كأن يكون في آخر السطر هنا عمر وفي أول السطر الذي يليه ابن الخطاب بهذا الشكل فإنها لم تقع الآن بين العلمين في السطر الواحد لذلك إذا وقعت في بداية السطر فإن همزة الوصل تثبت بهذا الشكل وما قلناه فيه ابن يقال فيه ابنه أيضا هذا هو الموضع الثاني لذن الموضع الأول يتعلق بال التعريف والموضع الثاني يتعلق بابن وابنه الموضع الثالث من هذه المواضع يتعلق بكلمة من الكلمات أيضا الخاصة في الأسماء التي ذكرنا أنها أسماء استذنيناها وتدخل فيها همزة الوصل وهي كلمة اسم كلمة اسم فيها همزة وصل كما ترون هذه الهمزة يجوز أن تحذف في البسملة والمراد بالبسملة أي في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الهمزة هنا حذفت من بسم هنا والأصل في كتابتها أن تكتب بهذا الشكل إلا أنها في البسملة تحذف لكثرة الاستعمال لأننا نستعمل البسملة كثيرا في كتابتنا فتحذف لذلك لا يجوز أن تحذف في غير البسملة لذلك حين تقول أنت في خطاب تقدمه للعميد مثلا باسمي فإنه يجب أن تكتبه بهذا الشكل باسمي وحين تكتب باسمي زملائي فإنك تكتبه بهذا الشكل لا يجوز أن تحذف الهمزة هنا إلا في البسملة لأن علة الحذف كثرة الاستعمال وكثرة الاستعمال في البسملة أمر واضح ومعلوم هذه ثلاثة من المواضع الخمسة التي تحذف فيها همزة الوصل وسنتعرف في درس اللاحق إن شاء الله على الموضعين المتبقيين نلتقي بإذن الله ترجمة نانسي قنقر